نروح لماريو زبيتانوفيتش طبعا واحد من نجوم المنتخب الكرواتي كان لعب في أكتر من نادي في الدولة الإيطالية لعب في نابولي وليعب في جينوة وطبعا الفترة الأهم بالنسبة له كانت في الدين مزغرب سواء كلاعب أو كمدرب وخلينا لوح لكم بمناسبة أننا كنت لسه بتكلم على داني أولمو اللعب المنتخب الأسباني اللي تعلق في مبارات مبارح واللي كان سبب في إحراز أسبانيا لهدفين واللي هيشارك كمان مع منتخب الأولمبي بالمناسبة داني أولمو كان محترف في نادي دين مزغرب وكان اللي اكتشف واللي قدمه كان عنده 18 سنة في التوئيد ده أو 17 سنة يعني كان ضفنا النهاردة داني ماريو زبيتانوفيتش خلينا نتواصل معاه لأنه مطش مبارح في كتير من الأسئلة منتخب كرواتيا يمكن مش من المنتخبات الحقيقة اللي دائما تقدر تقول عليها مرشحة بقوة للبطولة لكنه يظل منتخب محترم وقدم عرض قوي جدا جدا في الوقت الأصلي قدام المنتخب الأسباني وقدر يطلع من موقف صعب أنك تكون خسران قدام أسبانيا 3-1 وترجع في المباراة في ديال الأولى من وقت بدل الضائع بعد المطش منتهى أو الوقت الأصلي منتهى ده بالتأكيد يا دول على أنه منتخب كبير لكن ليه خرج المنتخب الكرواتي ده هيكون أول أسئلتي طبعا لضيفي ماريو زبيتانوفيتش ضفنا في السادسة النهاردة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسة مرحبا بالجميع وشكرا للاستضافاتي معكم في قناة مصرية وأحيي المشاهدين المصريين والمشجعين خليني أسألك على مباراة الأمس أعتقد أنه مرضوض مرضي جدا للمنتخب الكرواتي في الوقت الأصلي أمام منتخب الأسبانيا ونجاحه في العودة بعد النتيجة تعتبر صعبة في التعويض نتيجة 3-3 ثم انهيار في موجة نظرك إيه هي الأهم الأسباب التي قدت لخروج المنتخب الكرواتي أمام أسبانيا من اليورو نعم كانت مباراة صادمة جدا وهذه هي متعة كرة القدم الأوروبية لقد عدنا بعد الهزيمة بهدف وتعادلنا في نهاية المطاف وبعد هدية من حارس المرمى الأسباني لكن ما حدث بعد ذلك أن بعد نهاية الشوط الأول من رقض الأضافي كان الأمر فنيا أفضل لكن الجميع كانوا خائفين من استقبال الهدف لكن بعد ذلك الأمر اختلف لأن اللاعبين عادوا وتمكنوا من تعويض النتيجة وبعد ذلك استطاعوا العودة من نتيجة 3 أهداف لهدف للتعادل مع منتخب قوي كالمنتخب الأسباني لأن والمنتخب الأسباني أيضا لقد تمكن في الشوط الثاني أن يؤدي أداء جيدا جدا هل تعتقد أنه بسبب تقدم أعمار المنتخب الكرواتي ما كانش عنده القدرة وصغر سن معادلات الأعمار في منتخب أسبانيا منتخب كرواتيا ما كانش عنده القدرة رغم امتلاك الحقيقة لعبين جيدين ومنهم طبعا لوكا مودريتش واحد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم ما كانش عنده القدرة على الذهاب لوقت إضافي مع منتخب أسبانيا وإنه لو كانت المباراة انتهت في أعطاء الأصل يمكن كان فرص المنتخب الكرواتي أقرب لأنه يكتز عقبة أسبانيا لا لا أعتقد أن هذا هو السبب أنا لم أتفعل عمر السنية ولكن السبب الرئيسي كان كان أن النتيجة لم تحسم في التسعين دقيقة والسبب الرئيسي كان لاعب السابق في دينما زغرب داني أولمو هو نزل في الشوط الإضافي واستطاع صناعة هدفين الرابع والخامس لذلك كانت فرصة جيدة أيضا لكريمريتش في الوقت الإضافي أن يعزز أن يحرز هدف المتخب الكرواتي لكن لم يستطع أي قصة داني أولمو؟ أنا عارف أنه لاعب تحت قيادتك كنت مدرب للنادي دينما وإنت اللي قدمته وإنت اللي اكتشفته قصته بدأت إزاي وإزاي بتشوف المستوى والمرضود اللي بيقدمه مع منتخب أسبانيا وخصوصا كمان أنه هيواجه منتخب مصر في أولمبياد توكيو داني أولمو أنا سأخبرك بالأمر داني أولمو لاعب رائع جدا أنا أول من وضعه في الفريق الأول هو عنده 18 عاما مع ديناموز أغرب لاعب لدي شخص جيدة لاعب فني عالي جدا لدي الكثير من المهارات هو لاعب رائع بالفعل يستطيع اللعب تحت ضغوط يرى المباراة جيدا ويرى المرافز بشكل جيد هو لاعب رائع بالرأسيات ويتميز أيضا باللعب الجيد بكرة القدمين أيضا يستطيع أن يلعب كصانع ألعاب يستطيع أن يلعب كخط وسط يستطيع أن يلعب لاعب منطقة هو لاعب مميز جدا تحت الضغط ولاعب مميز جدا في المباراة الأهمة أيضا رأيك هذا خليني أخد رأيك كمان يعني كرواتيا كنت بقول إنها واحد من المنتخبات القوية على مستوى الأوروبا لكن يبدو إنه البطولة دي هي بطولة خروج الكبار يعني خرجت هولندا خرجت البرتغال خرجت فرنسا على عيد سويسرا ومباراة خرجت كمان كرواتيا على عيد أسبانيا في وجهة نظرك يعني إيه هي أسباب خروج المنتخبات الكبيرة ووضعها أسماء مرشحة لتحقيق اللقب أعتقد أن هذا سؤال مهم جدا لكن الأمر معقد جدا البرتغال لديها لديها كان لديها لعبين جيدين لكن الدفاع كان عندهم مشكلة في مباراة المجموعات وأعتقد أن بسبب عدم اتزام مستواهم بسبب الفروقات الفردية بين اللاعبين لكن أعتقد أيضا يجب أن نقول أن كانت صدمة لنا جميعا من المنتخب التتوقع وصوله لمنصة التتويق في بطولة اليورو يعني مين أقرب ثلاث منتخبات من وجهة نظرك للوصول لقب يورو 2020 في هذه المرحلة من الصعب جدا لكن أعتقد في رأي الشخصي المنتخب الإيطالي لدي فرصة جيدة وأسبانيا كذلك لكن كل المنتخبات تسير في طريقها ولديها فرصة جيدة جدا فأعتقد أن أي منتخب مؤهل أن يفوز بالبطولة يفوز باللقب هذا العرض الأوروبي فقط الفريق الذي يلعب بمباراة جماعية هو الذي سيفوز بالبطولة كما رأيت لعبي جبرانوفيتش لعب تسعين دقيقة أمام سويسرا فلذلك يوجد لعبين جيدين كبنزيمة ومبابي وبوكبا خسروا أمام هذا الفريق فريق سويسرا لم يستطيعوا ولم يكونوا جيدين بدرجة كافية للفوز لذلك المباراة الفريق فريق جماعي إذا لعب بطريقة جماعية وطريقة متكاتفة سيفوز بالمباراة وسيفوز بالبطولة أفضل مدرب في بطولة اليورو من وجهة نظرك لغاية اللحظة أعتقد ياز هو أفضل مدير فني فأعتقد أنه سيسير في طريقه حتى الآن وروبرتو مارتينيز سيكون مدرب مميز في البطولة هو لديه أداء جيد ومنشيني أيضا لديه أداء جيد فمن الصعب أن نقول أيهما أفضل مدير فني منتخب سويسري أيضا لكن من الأفضل لن نستطيع أن نحدد الآن إلا في نهاية البطولة وكمدرب بعيدا عن الأسماء الكبيرة على مستوى اللعابين هل نجحت اليورو بطولة اليورو في أنها تفرز مواهب جديدة هل تبعت هل لفت نظرك لعيب أقدمه مستوى أو لعيب ظهر بشكل حاسيت أنه هو مفاجئة البطولة سؤال مرة أخرى السؤال المرة أخرى مرتبط بأنه بعيدا عن الأسماء الكبيرة زي كريسيانو رونالدو وكريم بنزيما وكيليان مبابي ورحيم السيرلينج النجوم المشهورة في عالم كرة القدم هل نجحت المنتخبات المشاركة في بطولة اليورو أنها تفرز مواهب جديدة في الملاعب الأوروبية هل لفت نظرك موهبة صاعدة أو لعب جديد قدم مردود ومستوى مميز في بطولة اليورو أعتقد أني رأيت لعبين شباب جيدين جدا حتى الآن لو رأيت أمس اللعب بيدري لدي 18 عاما كان لعبا جيدا وأدى مبارا رائعة أمام المنتخب الكرواتي رغم سنه الصغير لكن أظهر خبرة كبيرة وأظهر أداءا جيدا مع المنتخب الإسباني كان رائعا أحب أن أشاهد هؤلاء اللاعبين على الأرض في الملعب وكما ترى اللاعب الشاب أمبابي وبيدري وفيل فودن في إنجلترا هؤلاء لعبين استمتعنا كانوا 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 على مستوى الأداء في الملعب وكانوا يقاتلون لأجل فرقهم ولأجل أسمائهم فأتمنى أن أرى في كل دولة وفي كل جنسية ولاعبين شباب مع منتخباتهم لا يوجد فرق بين اللاعب الصغير واللاعب الكبير إلا الأداء في الملعب سؤالي الأخير لك هيكون متعلق بعدد الفرق اللي شاركت في البطولة هل أنت بتشوف لأنه كتير من المتابعين والعشاء لبطولة اليورو شافوا أنه زيادة على عدد الفرق لم يزيد حجم المتعة ومساحة المتعة في متابعة البطولة هل أنت مع زيادة عدد الفرق اللي بتشارك في البطولة ولا مع وجهة نظرة بتقول أنه تقليل عدد بيدي مردود فني أقوى ومنافسة أقوى في البطولة أعتقد أن هذا السؤال لا نستطيع أن أرد عليه بكلمة واحدة ولكن أعتقد أن زيادة العدد سيكون مفيدة للبطولة يعطي اللاعبين يعطينا بعض التوقعات عن الفرق التي ستفوز بالبطولة ومن سيستطيع أن يسير بعيدا في البطولة وأعتقد أن هذا الأمر جيد من وجهة نظري يعطي فرصة أكبر لفرق فرق أكثر للمنافسة وليتقاتل لأجل تاريخها لفوز بالبطولة ومن المهم حتى الآن في مرحلة المجموعات لدينا الآن 16 فريقا في هذه نسخة من البطولة تستطيع أن ترى أداء جيد من الفرق التي تستطيع أن تسير في البطولة وأعتقد أن هذا كافي بعد خروج كرواتيا هتشجع من في البطولة سأشجع اللعب الحلو الأداء الجيد الأداء الذي أرى في الكثير من الأفكار والكثير من الإمتاع هو الذي سأدعمه وأشجعه ومين أكثر منتخب ممتع في البطولة من وجهة نظرك لغاية دلوقتي سأدعم اللاعبين الذين دربتهم من قبلك داني أولمو داني أولمو أسفالين بشكرك شكرا جزيلا ماريوس فيتانوفيتش طبعا نجم كرواتيا ونجم نابولي وجينوى ودينمو الزغرب السابق بشكرك على المشاركة معنا في سادسة هارد لك لكرواتيا بيستوف لك لأسبانيا لقدمت مباراة أكتر من رائعة وحقيقة عندها تشكيلة محترمة جدا من اللاعبين اللي راهنت عليهم أو راهن عليهم لويس انريكي والغاية اللحظة ما خزلهوش مستمرين مع حضراتكم وكلام أكتر على الجاي في مشوار النادي الأهلي في مرحلة في منطقة صعوبة بنرجع فيها مرة تانية للدوري الممتاز عندنا ضغط المباريات مطشين كل أسبوع وصولا طبعا للمباراة الأهم يمكن على مستوى السيزن كله مواجهة كايزر تشيرز في نهاي دوري الأبطال فاصل ورجع لكم مع كابتن أشرف ممتاز